موسيقى موسيقى أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم أقيمت قرأة ربع نهاء دوري أبطال أفريقيا القرأة اللي وقعت النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي وقعت وفاق ستيف الجزائري أمام الترجي التونسي وشباب بلوزدادة الجزائري أمام الودادة المغربي وبيترو أتليتكو الأنجولي أمام سانداونز الجنوب أفريقيا النادي الأهلي لو مر من الرقاء المغربي إن شاء الله في الدور التمانية هيواجه الفائز بينه فاق ستيف والترجي التونسي النادي الأهلي اليوم حسم أمره بمواجهة نادي الرجاء الفكرة إنه إنه بعض الناس قالت لك الرجاء صعب الوداد صعب الترجي صعب بس الأهلي أصعب الأهلي أهم الأهلي أكبر كل الفائل اللي أنا قلتها دي هي فرق كبيرة جدا في القرأة الأفريقية ولكن الأهلي هو الأكبر في القرأة الأفريقية وبالتالي من سيواجه النادي الأهلي هو الذي سيطلق هو الذي سيخاف هو الذي أو هو الذي هيشوف نفسه يعني حظه وحش إنه يعني قدام النادي الأهلي في القرأة النهارة وبالتالي ما فيش قلق على الأهلي الأهلي مطالب إنه يتحسن أكثر في دور المجموعات ما كانش أفضل شيء ما كانش الأهلي المتوقع ولكن الأهلي كعادة النادي الأهلي يقدر ويستطيع إنه ياخد اللي هو عايزه حتى لو هو مش في أفضل مستوى بتاريخ النادي الأهلي باسم النادي الأهلي الكبير بقوام النادي الأهلي تشكيل لعبين وجهاز فني قدر النادي الأهلي يصعد لهذا الدور المواجهات في المرحلة القادمة أصعب أكيد من دور المجموعات بالتأكيد أصعب ولكن الأهلي قادر بإذن الله وجاهز بإذن الله أنه يمثل مصر أفضل تمثيل كعادة النادي الأهلي فيه البطولات الأفريقية يواجه الرجاء المغربي وإن شاء الله يبقى الحظ معاه زي ما قلت لكم هيواجه التراجع أو فاكس تيف في الدور النصف النهائي إذا صعد أمام الرجاء وإن شاء الله يصعد وفي النهائي هيواجه بقى أحد أنديت بيترو أتليتكو أو سانداونز أو شباب برزداد أو الوداد الأربعة التانيين بطولة مش سهلة ومش صعبة يعني أقدر أقول أنه يعني الأهلي والزمالك حتى قلت الكام ده على الزمالك قبل ما يخرج الأهلي والزمالك هم أكبر في الانفكار الأفريقية على مستوى التشكيل وعلى مستوى الأجهزة الفنية الزمالك اللي حصل حصل وخرج من البطولة ما كانش المفروض يخرج الزمالك والنادي الأهلي مكمله في البطولة وبالتالي الأهلي أفضل الموجودين في القارة الأفريقية الآن النهاردة في الكنفترالي الأفريقية أيضا سيمبا ويع قدام أولاندو بايرتس والاتحال ليبي قدام أهل ترابلوس وبيرامدز المصري ويع قدام بازبي والمصري البورسعيدي في مواجهة نهضة بركان المغربي بيرامدز والمصري إن شاء الله هيبقى ليهم التوفيق كبير في هذه البطولة إذا تآهل بيرامدز والمصري للنصف النهائي سيوجهن بعضهما في لقاء مصري خالص في نصف النهائي في حال تآهل أحد الناديين بيرامدز أو المصري للنهائي سيواجه أحد أندية للاتحاد الليبي أو أهل ترابلوس أو سيمبا أو أولاندو بايرتس بايرتس جنوب أفريقيا طبعا طيب هكلمكم كتير عن دوري أبطال أوروبا ولكن النهاردة كان موجود أمادو فلابيو في قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدال الأفريقية هو معين الشعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي أمادو فلابيو واحد من أهم المهاجمين اللي جم في تاريخ النادي الأهلي واحد من أهم المهاجمين الأجانب اللي جم في تاريخ النادي الأهلي لعب مميز بكل المقاييس اسمي كبير النهاردة فلابيو كان موجود في القاهرة صباحا مساءا بعد الساعة من الآن سيرحل إلى بلاده فترة قصيرة جدا الفترة قصيرة القضاء في القاهرة قدرنا أن احنا نستضيفه نسمع منه رأيه في القرعة كلمنا معاه في أمور كثيرة جدا في تاريخه مع النادي الأهلي في الماضي وأيضا النادي الأهلي حاضرا وكيف يرى النادي الأهلي كجهاز فني ولعبين وذكريات كثيرة مع النادي الأهلي في الجزء الأول من اللقاء مع أمادو فلابيو اللي هيكون بعد لحظات من الآن يتحدث معنا عن قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم وحزوز النادي الأهلي في هذه البطولة رأيه في هذه البطولة نروح للجزء الأول من لقاء أمادو فلابيو وبعد اللقاء إن شاء الله نستكمل هذه الحلقة رقم عشرة خليكم معنا اشتركوا في القناة حلوة 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 بدمغة أنجولية بدمغة أنجولية من جلبرتو بشماله رايحة في الزمال والمكان نقرها نقرة ايه ده نقرة مفيش أجمل من كده نقرة حلوة 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 هو المهاجم الأهم في تاريخ النادي الأهلي المهاجم الأفريقي الأهم في تاريخ النادي الأهلي هدف كبير هدف رائع له مميزات عديدة أبرزها رأس زهبية تستطيع تسجيل الأهداف من أي مكان ومن أي زاوية وتحت أي ضغط هو مهاجم فز هو مهاجم استثنائي اسم كبير تتذكروا جيدا جمهور النادي الأهلي وجمهور الكرة المصرية يشرفني وينورني في هذه الفقرة أن يكون ديفي هو النجم الكبير مهاجم النادي الأهلي الأسبق أمادو بلابيو بلابيو مساء الخير مشرفنا ومنورنا نحن سعداء جدا بتواجدك معانا النهاردة وأنا كمان مبسوط جدا أن أنا موجود هنا لما قلنا أن أمادو بلابيو هيكون معانا النهاردة جمهور النادي الأهلي منتهى السعادة منتهى الفرحة تحب دايما تسمع أخبار بلابيو تحب دايما تشوف بلابيو حتى بعد سنوات من رحيلك عن النادي الأهلي طبعا أنا كمان مبسوط جدا أن أنا موجود هنا بما أني كنت دايما هنا ودايما بشوف أن مصر هي بلد التاني وطبعا بعض الأوقات العظيمة اللي أنا قدتها هنا في مصر وشان دمي يسوى إدلوفا تمي طيب اليوم تقدير كبير من الكاف ليك أنك تبقى موجود لسحب أرعة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية تقدير كبير من الكاف كيف رأيت ذلك كيف تعملت مع هذا المواقف وهذا التقدير الكبير من الاتحاد الأفريقي لقارة القدم كانت أرعة صعبة شوية بس في الوقت دا طبعا كان لازم نشوف إن أحسن 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 فرق في القارة الأفريقية كانوا موجودين وطبعا هنا فيه دربي من أحسن الدربيهات اللي في القارة الأفريقية الرجاء هيلعب ماتش مهمة جدا وماتش من الدربيهات المهمة جدا في أفريقيا طبعا مع النادي الأهلي شايف المواجهة دي بالنسبة للنادي الأهلي كانت مواجهة هينة هل القرعة خدمت النادي الأهلي ولا لم تخدم النادي الأهلي وكذلك النادي رجاء شايف المنافسة بينهم هتبقى منافسة كبيرة ولا كنت شايف أنه فيه فريق أفضل للنادي الأهل من الرجاء أظن في هذه اللحظات أنه طبعا في السنوات الأخيرة أنه طبعا الماتش ده هايبوا ماتش من الماتشات المهمة جدا الرجاء طبعا عندهم اتنين من عندهم اتنين تايتل في البطولة ديت وطبعا هم هيبوا محتاجين أن هم يزودوا واحد من التايتلز واحد من الأسامي الكبيرة عندهم في الماتش ده طيب مستوى النادي الأهلي في هذه البطولة هذا العام رأيك في ايه طبعا بالنسبة للبطولة لحد دلوقتي هما لسه مخسروش الماتش طبعا هما كمان دخلوا عملوا اتعدلوا طبعا هما بدأوا البطولة بشكل كويس جدا طبعا هيقدروا يكسبوا ويقدروا ياخدوا تايتل وياخدوا الاسم بتاع البطولة من الزمالك من السنة اللي فاتت بالنسبة للسنين اللي فاتوا هما خسروا مرة ومرتين بس هما في المرحلة الإقصائية هما طبعا ممكن يكسبوا وطبعا المتشاط دائما بتبقى صعبة لكل اللعيبة بس هما عندهم دلوقتي اللعيبة وعندهم دلوقتي الأداء الكويس ان هما يقدروا ان هما يقدروا يعملوا حاجة كويسة في الشمبيونشيب الفريق اللي فاز على النادي الأهلي زهابا وعودة في دور المجمعات فريق ساندونز هو الفريق اللي وقع أمام فريق بيترو أتليتكو أنجولي اليوم في هذه القرعة منافسة كبيرة ومنافسة صعبة بالتأكيد في الدور القادم زي ما قلت بالضبط دي حاجة طبعا بتحصل في الكورة دايما ساندونز كسب من كأف كسب على كالي كسب على أفريقية جنوبية وهو واحد من الأندات كبيرة اللي ان شاء الله هي عدي وده هو ده اللي خليه يعدي للبطولة وخليه يعدي للدور التامانية وهو علشان هم عندهم اللعبة الكويسة وعندهم الإمكانيات الكويسة أن هم يقدر للعبوا كويسة هل كنت توقع تصدر النادي الأهلي المجموعته في هذه البطولة هل كنت توقع مواجهة بين الأهلي وبيترو أتليتكو هل تتوقع أصلا مواجهة بين الأهلي وبيترو أتليتكو مرة أخرى انت كنت من اللاعبين اللي سجلوا مع بيترو أتليتكو في مواجهة شهيرة أمام النادي الأهلي هدفين في 2001 لو تكررت هذه المواجهة الآن شايف بيترو أتلاتيكو يستطيع التعامل مع النادي الأهلي في أدوار قادمة من هذه البطولة الموتش مع بيترو أتلاتيكو هيبقى طبعا صعب طبعا لأن هم اتنين من اتنين من الاندال المحترمين جدا وطبعا في المجموعات هم كانوا من النوادي القوية جدا وطبعا أنا نفسي أشوف الموتش الأهلي والجو بيترو عايز أشوف موتش قوي ما بين الفرقتين وإن شاء الله أشوف دواث في النهائي إن شاء الله بتتكلم منك لعب أو بيترو أتلاتيكو لعب مباراتين في منتهى الأهمية مع نادي الزمالك في دور المجموعات مرة وقت الزمالك ما كان يقوده باتريس كارتيرون المدير الفني السابق نادي الزمالك ومرة أخرى مع جوز والدو غريلا المدير الفني الحالي نادي الزمالك أي نسخة للزمالك كانت أصعب بالنسبة لبيترو أتلاتيكو أظن أن المطشين هما كانوا مطشين أقوية المطش اللي كان في القاهرة طبعا كان واحد من الأقوية واحد من المطشات القوية جدا لأن بيترو كان كسبان على الزمالك وكانوا دايما بيحاولوا أنهم يقلبوا المطش وطبعا كان المطش بتاع القاهرة كان أصعب كتير على نادي بيترو أي أقوى الفرق اللي شايفها حاليا في دور أبطال أفراكيا في دور الثمانية أقوى الفرق لو تبتلي أول أربع فرق هما الأقوى في هذا الدور من أدوار بطول دور أبطال أفراكيا أظن أن دلوقتي في من النوادي الأقوية في آخر قوينة في آخر سنوات أنهما كانوا بيحربوا كتير الأهلي طبعا سانداونز والويداد وطبعا أظن أسبغانس نادي الاسبرانس التونسي التراجي التونسي لأنهما كسبوا البطولة أكتر من مرة وأظن أنهما من النوادي القوية جدا ومن وجهة نظري هما دول أقوى أربع نوادي في البطولة الأفريقية دلوقتي مين النديين اللي تتوقعهم في نهاية البطولة في هذا العام؟ أظن أن هما بيترو والأهلي بيترو أتلتك والأهلي ليه بقى في رأيك الندي الأهلي يسيطر على بطولات أفراكيا تحديدا آخر موسمين هو دائما الندي الأهلي على منصات التدويق لكن آخر موسمين الندي الأهلي دائما البطل ليه في رأيك الأهلي يحافظ على هذه الصدارة في الكارة الأفريقية؟ أظن أن الأهلي عنده نادي وعنده لعيبة منظمة جدا منظمة جدا عندهم كل الإمكانيات من أحسن الأندال الأفريقية دائما موجودة في كل البطلات الأفريقية واحد من الأندال الأكتر تنظيما في أفريقيا وأظن طبعا هي دي حاجة من الحاجات الكبيرة اللي بتخني دائما الأهلي هو من النوادي الكسبانة في المنصات وهو واحد من النوادي الأقوية جدا اللي ما بيسووش ولا أي نادي من أوروبا عندهم نفس المقاومات اللي كل النوادي أوروبا عندها وده طبعا حاجة من الحاجات اللي بتخليهم من النوادي المتقلقين دائما اللي دائما بيكسبوا البطلات عندهم خبرة كبيرة جدا من مدير النادي من رئيس مجلس دارة النادي كابتن خطيب وطبعا هو في النادي بقاله كتير جدا كلعيب وكمدير فطبعا هو هيجديهم دائما التقلق ودايما هيجديهم الدفعة في طريقهم للبطلات دائما ودايما للمكاسب طيب ده كان جزء أول من حوارنا مع النجم الكبير أماضو بلابيو عايز أقول لحراتكم حاجة النهاردة كان موجود في قرعة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية اتفقنا معاه أنه يبقى ضيفنا النهاردة عشان حراتكم تلتقوا به الجزء الأول من هذا اللقاء عن القرعة هو عنده صفر مباشرة بعد هذه الحلقة الحلقة لسه فيها كلام كتير جدا عن النادي الأهلي ومشواره مع النادي الأهلي الأهلي الماضي والأهلي الحاضر هنزيل حضراتكم في حلقات اللحقة بس هذه الحلقة هي تخص قرعة اليوم قرعة دوري الثمانية من دوري أبطال أفريقيا هنواصل مع أماضو بلابيو وحرائكم هتشوفوا باقي حديثه في حلقات قادمة من رقم عشرة إن شاء الله خليكم معنا اهلا بحقاتكم مرة أخرى النهاردة في دوري أبطال أوروبا تدور ربع النهاية زياب ربع النهاية منشستر سيتي فاز على أتليتكو مدريب بهدف دون رد هدف منشستر سيتي سجيله كيفين دي براين في ديئة سبعين وليفربول فاز على بنفيكا تلاتة واحد الاهداف لإبراهيم ما كونتي في ديئة سبعة عشر وستديو مانيه في ديئة أربعة وثلاثين وهدف بنفيكا جيه في ديئة تسعة واربعين وأضاف دويس دياز الهدف السالس لليفربول في ديئة سبعة وتمانين لليفربول خارج ملعبه قطع شوت كبير للدور القادم دور النصف النهائي مباريات الأربعة في الدوري المصري الممتاز الأقل هيواجه الاتحاد سكندري الساعة تسعة ونص بالليل في نفس التوقيت مباراة كبيرة جدا بين بيراميد زوال زمالك الساعة تسعة ونص أيضا زي ما قلت لكم في دورة أبطال أوروبا تشيلس هيواجه ريال مدريد الساعة تسعة وفي الريال هيواجه باير ميونيخ الساعة تسعة في الدول الإنجليزي في بيرني هيواجه أفرتون الساعة تمانية ونص قائمة الزمالك لمباراة بيراميد هيك التالي في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عوات في خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمد الوينش وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحاز إمام وحمزة المسلوسي في خط الوسط طارق حمد وإمام عشور ومحمد أشرف روقة ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمود عبدالراز إشكبالة وأشرف بن شرقي وأيمن حفني ورزاة سيسي وسيد عبدالله في خط الهجوم عمر السعيد قائمة الزمالك شهد استبعاد أحمد سيد زيزو الأسباب فنية وسيف الدين الجزيرة للإصابة بإصابة في الرجبة وأحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية طيب منوح ليه قائمة بيراميد لهذه المواجهة وقائمة أيضا قوي جدا لا تقول عن قائمة نادي الزمالك في حراسة المرمى شريف إكرامي ومهدي سليمان في خط الدفاع علي جبره أسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتحي وأحمد سامي وحسين السيد في خط الوسط إلكتراوري وإسلام عيسى ومحمد صادق وأحمد توفيق ونبيل دونجة وإبراهيم توريه شام محمد وليد الكارتي وعبدالله السعيد وإبراهيم عادر ومحمود صابر في خط الهجوم محمود وادي وفخر الدين بن يوسف وفخر لقائه أما مباراة الأهلي والاتحاد ومحمد عبد المناء ومحمود متولي وأيمن أشرف وقريم فؤاد ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي وعمر السلية ومحمد مجدي أفشا وأحمد عبدالقادر ومحمد محمود وطاهر ومحمد طاهر وحسين الشحات وميكي السوني واببر ستاو وفي خط الهجوم هتواجد حسام حسن ومحمد شريف أما قائمة الاتحاد السكندري لهذه المواجهة النادي الأهلي ففيها محمد عبد المنصف وأحمد يحيى وصبح سليمان وصبر رحيل ومحمد عبد السلام ومحمود شبانة وعبد الله نصيب وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد عادل ميسي وفوزي الحناوي السيد سالم وكريم يحيى وكريم ممدوح عبد الغاني محمد وكريم الديب وأحمد راشد سعيد سيم بوري وبين يمين بوتين وأمر محمد وبريم حسن وبلال السيد دي قائمة الاتحاد وقائمة الأهلي وأيضا قائمة برامة زوالزة مالك في هذه المواجهة الكبيرة النهاردة كالوس كريوش كتب تويتا مهمة جدا وتعليقا على الأخبار لانتشرة الفترة اللي فاتت قال فيها إن أنا بنكر بشكل قاطع أي تكهنات حول المتطلبات أو الطلبات من جانبي الشخصي فيما يخص الجهاز الفني أو أي مواضيع أخرى لها علاقة بي المنتخب الوطني في الواقع وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لقارة القدم إنها حتى نتيجة الاحتجاج المقدم إلى فيفا بشأن مباراة السنغال لا يوجد مجال لأي نوع من الملاقشات أو القارات فإنني حقا آسف لكل الأخبار والتعليقات الكاذبة التي تستخدم اسمي وكل هذه التأثيرات الضارة على جماهير المنتخب الوطني وعلى الرأي العام شكرا لدعمكم إحنا هنا في رقم عشر قولنا حوالكم من يومين إن فعلا قولوس كروش ما طلبش أبدا أي تغيرات في الجهاز المعاون له في المنتخب المصري كان معانا مداخلة مع الأستاذ إهاب الكومي عدو مجلس دولة اتحاد الكرة وقال إن الاتجاه هو الإبقاء على قولوس كروش وعقد جديد معه في الفترة القادمة بموافقة الطرفين موافقة كروش وموافقة الاتحاد المصري لقرة القدم وقال إنه هنستنى ما بعد نتيجة الشكوى من الاتحاد الدولي لقرة القدم هنشوف تفاصيل التعاقد مع المدرب البرتغالي كالوس كروش في رأيي هي خطوة جيدة وزكاية من اتحاد الكرة الرجل ده زكي جدا فحديثه زكي جدا في كلامه بأكد لحراركم مرة أخرى إنه لم يطلب أبدا أي تغيير في الجهاز المعاون فقط عضو من أعضاء اتحاد الكرة طلب تغيير أحد أعضاء الجهاز الفني ولقى رفضا من باقي أعضاء مجلس دولة تحاد الكرة وبالتالي يبدو كده إنه هيكون نفس الجهاز المعاون لكالوس كروش هو اللي موجود في الفترة القادمة في حال بقى كالوس كروش مدربا للمنتخب المصري دون أي تغيير وارد التغيير أه وارد طبعا التغيير أنا فهم إنه في ناس كتير تتحدث عن ليه ما يمشيش إنه فشل إنه ما نجحش مع منتخب مصر هو النجاح والفشل في أي إدارة أو أي منظومة في العالم لا تقاس فقط بالبطولات ربما تقاس بتكوين منتخب جديد عناصر جديدة داخل المنتخب مشروع حقيقي بيقدمه كالوس كروش للاتحاد المصري اللي كلها تقدم ولو تفتكروا أنا من قبل كده وقلت لحراركم الأهم يبقى فيه مشروع مين اللي ينفذ المشروع أو المشروع ده يبقى بتاع مين أنا ما يفرقش معي أنا شخصيا ما يفرقش معي كالوس كروش هو اللي يكمل مع منتخب مصر وليجي مدرب آخر المهم إن احنا نكون قيليني الكلام ده بناء على بناء على مشروع حقيقي معايير حقيقية ما يبقاش المدرب زي ما الناس بتعمل أو بعض الناس بتعمل إنه ليه ما يبقاش مصر المرة دي ليه ما يبقاش أجنبي طب ليه ما يبقاش فلان أو فلان طب احنا عايزين نلعب مش عارف كرة على الأرض فنجيب فلان أو كرة مش عارف جامعية طب فنجيب فلان كل ده كلام كل دي أراء أنا يبقى عندي رأي حضرتك يبقى عندك رأي كلنا نقول قراءنا كلها منحب الكرة وكلها منفهم كرة وكلنا منحب منتخبنا الوطني فعايزينه يبقى في أفضل حال بس الأهم إنه عند اتحاد الكرة يكون في معايير واضحة جدا يحط بسببها كالوس كيروش كمدير فن المنتخب مصر مكمل مع منتخب مصر أو يشوف مدير فن جديد ينفذ هذه المعايير لو اتحاد الكرة فعلا حط معايير وبسببها سيكمل كالوس كيروش مهمته مع منتخب مصر نعرف يعني من حقيقة نعرف المعايير يعني من حقيقة تحدي الكرة يقول لنا أنا والله كملت مع كالوس كيروش عشان كذا 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 أنا والله استغنيت عن كالوس كيروش عشان كذا 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 برحتك وحقك تختار ما تختاره اللي انت عايزه تعمله هرجع تاني لمباراتين الغد مبارات الآلي والتحاد هي مباراة كبيرة جدا مبارات الآلي والتحاد دي مباراة دائما صعبة ومباراة جمهرية كبيرة ومباراة ساقيرة جدا سواء على الاتحاد مع مدير فني جديد أو على الاتحاد مع الكابتل عماد النحاس أو النادي العلي مباراة الزمان كوبراميدز هي مباراة كبيرة واحدة من الكلاسيكات القرى اللي بقيت في السنين الأخيرة وطبعاً هتبقى مباراة قوي جداً وهي المباراة الأبرز أشوفكم يا رب على ألف خير ده ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 إن شاء الله حلقات جاية تبقى كمان ممتعة لحضراتكم أشوفكم يا رب على أدخل